موسيقى موسيقى عم نستضيف اليوم بيادر مرحبا مرحب تيني هلا الحمد لله بخير الحمد لله سمعت عم نحكي عن الناس اللي هي ببلش تعمل ضايت وهي مش عارفة هيدا الضايت شو مساوقه أو شو منفعته حضرتك خصائية تغذية معنا اليوم وعطينا هيك يعني هالعداد السيئة اللي احنا بناخدها بس نسمع ضايت يمكن الضايت اللي بيمشي لي ما بيمشي لغيري صح في انواع كثيرة طبعا من الضايت اللي موجود متوفر وساهل جدا دلوقتي في الانترنت تفتحي يوتيوب تفتحي جوجل تقدري تلقي عشرات الانواع من الضايت والناس كلها بتختار الضايت راندملي يعني من غير هدف معين سمعت مثلا حد ماشى عليه فحست انه اوكي فاخدته فهو ممكن يكون ابدا مش صحي بالنسبة لانه اي ضايت بنعمله بيحتمد على حاجات كثيرة لازم النزام القزائي اللي بيمشي عليه اي شخص بيحتمد على عمره انه ذكر ولا انثى على طوله على وزنه على كمية حتى الكيلوهات اللي احنا عايزين ننزيلها كيلوهات كم يعني في ناس مثلا محتاجة تنزيل بس خمسة كيلو في ناس ما شاء الله عشرين تلاتين كيلو فكل ده لازم ناخده في الاحتبار عشان اعمل ضاية لأي شخص الانوعة الموجودة وهي غير صحية في انوعة كثيرة جدا وكل فترة بتطلع كده زي نوع من الموضة عن نوع معين زي ما انت دلوقتي بتتكلم وتفضلت عن الكيتو اسمه عجبني بس الكيتو هو من زمان في نفسه اسمه اتكنز كان الناس برضو بتمشي عليه ها في احتمال على انو يكون هاي بروتين وهاي فات بعتمد على كمية من البروتين كمية من الفات وطبعا ما فيه كاربو هدريت أبدا لما اقول كاربو هدريت قصدي اي شنو ما فيه خبوز مفيه روز مفيه مكارونا ما فيه فواكه اوكي بعتمد على البروتين والديهون اوكي طيب هال الجسم بيكتر تحمل مثلا فترة طويلة انو يمشي بس على البروتين الكميات الكبيرة وكمية الدهون والزيوت الموجودة ويستخدموا طبعا زبدة بيستخدموا حتى دهون النوعية القير جيدة يعني الجسم ما بيقدر يتحمل يعني الكمية الهائلة من البروتين والكمية الهائلة من الدهون اللي الناس بتأخذها وفي ناس يعني مثلا بيأثر عليهم على الكلا طبعا الآن هي اللي بتصفي السموم من الجسم وبأثر على الكبد فهم حتى الناس اللي بيعملوا مفروض النظام بتاع الكيتو لازم يعملوا تحاليل يعني للكلا لازم يكونوا متابعين مع دكتور بخصوص يعني تحاليل برضو للكبد وهكذا بصير في مثل اختلال أظن بالكايتو أكيد طبعا فبكون في كيتون بوديز عالية أوكي نتيجة عشان كذا تسمى الكيتو نتيجة لأنك انت بتأخذ زيرو كاربوهيدرات يعني زيرو نشويات وفواكه وسكريات كوني زيرو هو ممكن يتعامل لبعض الناس اللي مثلا زي ما قلت أوزانهم ويت كبيرة عايزين نزلوا 30-20 كيلو بس حتى ما يستمروا فترة طويلة يعني ممكن بس مثلا شهر وبعدين لازم اكسر من الآخر من الرجيمات وإحنا دايما طبعا مننصح بالرجيم الصحي اللي هو منسميه شنو المتوازن اللي هو فيه كل أنواع الغذاء اللي هو فيه كمية محسوبة من المسألة النشويات كمية محسوبة من المسألة اللحوم أوكي ونسميها بروتينات طبعا وكمية كبيرة جدا مفروض من الفواكه والخضار اللي هو لأنه فيها ألياف عالية وإنه فيها فايدة كبيرة للجسم طيب دكتوريا بيادر هلأ أهم الناس هو انقاص الكيلوات ولهذا السبب نشوفهم بيلجأوا للمواقع اللي هي يدوروا على مثلا الرجيم والله بنزل 10 كيلو بالأسبوع هم ما بيعرفوا الفرق بين إني أنا أنزل كيلو وكيلو دهون ممكن أنا أنقص كيلو لكن الكيلو يكون هذا عبارة عن سوائل وعضل أحيانا ما بيكون هو فعليا بتغير في شيء بالجسم إنما هو فقدان فقط فعلي على الميزة عم تفقد شيء منيح يعني بالأخير هو بيفكر إنه شيء منيح إنه أوه والله أنا ضعفت 10 كيلو مثلا بأسبوعين هو معارف إنه فعليا ممكن نقص بس كيلو دهون والباقي كلها مي أو عضل هو ده الفرق لما أنت تكون بتتابع مع دكتور تغذية أو أخيصية تغذية وإنك تكون يبتأخذ رجيم من عندك كده بالغلط أوكي زي ما قلت ممكن حد يجي نازل 5 كيلو إلى 10 كيلو بس كله غلط وبيرجع مرة تانية الفرق لما تكون متابعة مع أخيصية تغذية طبعا عندنا جهاز يسمه بودي كومبوزيشن أنيلايزر اللي هو لما تطلع على الجهاز بيطلع لك كمية الدهون في جسمك كمية العضل في جسمك كمية الماء في جسمك وكمية الوزن الزائد كامل فمثلا لما تكون متابعة مع أخيصية تغذية وتجي في كل زيارة بشيك على كمية الدهون هل كمية الدهون دي نزلت لأنه أنا لما يجيني بيشن بيكون عندي التارجت أو الهدف بتاعي أني أنزل كمية الدهون في الجسم مش مش الماء ولا مش العضل مش السوائل ولا العضلات فهو هذا فلما تكوني بتروحي لأخصية تغذية ومشي بنظام غذائي صحي بيكون النزول نزول أول حاجة بيكون بالتدريج وبكون نزول صحي وبكون نزول للدهون الموجودة في الجسم اللي هي مسببة الأمراض الثانية الآن السمنة دلوقتي مش بتعتبر أنه مثلا عرض لا دهو هو نفسه مرض بيأدي إلى أمراض أخرى معروف أنه مثلا زيادة الوزن بتأدي للسكر بتأدي للضغي بتأدي لأمراض القلب بتأدي لأمراض فلما تكوني متابعة مع خصية تغذية بيقدر إجهز أنت شو نزلت بالزبط أنت نزلت دهون يبقى أنت ماشا في الطريق الصح أنت نزلت لأعضلات لا أنت ماشا في الطريق الغلط أنت نزلت سوائل لا أنت ماشا في الطريق الغلط هذا الكلام جميل وهذه النقطة اللي بتحكي عليها أستاذ بيادر جدا مهمة للناس اللي بيهتموا انه يحاولوا الدهوين إلا عضل الآن لنفترض أنه واحد وزنه مثلا عنده زيادة بيوزنه مثلا 20-25 كيلو بده يستغل أنه 25 كيلو هاي لما أني روح الجيم ويعمل رياضة ما يخسرهم عضل وسوائل بده يحوّلها إلى عضلات صح تمام؟ شو الطريقة السهلة وشو الطريقة المناسبة لهيك يعني حالي أي إنسان عايز ينزل وزنه يحتاج لإثنين أهم شيء إنه يمشي على نظام غذائي صحي زي ما قلنا اللي هو متوازن فيه كل المغزيات الصحية اللي بيحتاج الجسم أوكي عشان يقوم بمهامه ما الجسم ده محتاج مثلا نعم زي سيارة محتاج مثلا وقود فمحتاج مثلا لازم نشويات وسكريات وهذه الأشياء محتاج لبروتين عشان الأنسجة عشان وظائف الجسم نعم محتاج لديهون لأنه معظم الإنزيمات والهرمونات في الجسم محتاجة إلى دهون طيب أنا لما أمشي بنظام غذائي صحي متوازن مع رياضة أوكي أنا لما أعمل رياضة شو بيحصل في الرياضة إنه أنا بزيد حرق الحرق الجسم بيحرق أكتر أيوة الجسم بيحرق أكتر فبالتالي بيحرق شو بيحرق دهون بيحول الدهون دي إلى سكر أو جلوكوز يعني اللي هو دي عملية الحرق أوكي والعضل بيكون يا إما موجود يا إما بزيد بالرياضة طبعا العضل بيزيد بيزيد فهو هذا اللي أنا عايزه أنا عايز أنزل بالرياضة أنزل دهون وأزيد عضل في الجسم طيب بدي أسألك سؤال هلأ في كثير عالم بتعمل دايت بس ما عندها الإرادة لحتى توقف مثلا أكل أو شي فبيستعينوا بحبوب مثلا وطير نعرف إنه هالحبوب صادر الشهية صادر الشهية أيوة تمام فهي كثير تعمل ضرر على الجسم هالحبوب هو شوف مش الواحد يروح مثلا من أي صيدلية أو من أي ماركت أو من أي حاجة يأخذ الأدوية دلوقت فيه أدوية مثلا فيه موافقة من الزارة الصحة أيوة الزارة الصحة من الإدارة الأمريكية للأدوية وتكون يعني بوصفة من طبيب لبعض الناس زي ما قلت فيه ناس مثلا عندهم مشاكل بالمسبة زيادة الوزن فيه أسباب كثيرة ليها مش بس الأكل فيه ناس بيأكلوا بسيط بس ما شاء الله عليهم بيمتنوا لأنه ممكن يكون فيه لخبة هرمونات ممكن يكون فيه عدم انتظام للغدة الدرقية أيوة ففيه أسباب كثيرة إذا ما عندهم حتى الأسباب ديليه مفروض تدعالج أول بعدين الواحد يعمل نظام قزايا ورياضة بيلجأ لأدوية ودلوقت الأدوية يعني أشراف طبي أيوة فبتروح الدكتور الباطنية حتى إحنا أخصي تقزيمة منكتب أكيد يعني لازم نكتب أدوية بتروح الدكتور الباطنية ودلوقت طبعا طلعت كمان مش بس حبوب في إذا سمحتوا في إبر جديدة تاخد الإبرة فبتنزل الوزن كانت الفكرة الأولى الإبر دي كان بيأخذوها مرضى سكري عشان تنظم السكر في كثير أشياء أستاذ بيادر للوصول إلى النقاط الأساسية والممتازة لنستفاد منها ولكن طبعا الحديث بطول والمعلومات كثيرة وإن شاء الله نتمنى أن نشوفك مرات أخرى ومرات أخرى ولا شوية دعا يلا نسمع شوية إياد شكرا لنا شكرا لأيلي أوكي مشكور والليوم هيك بناخد صورة كلنا مع بعض والليوم بكون خلصت نحن رحلتنا رحلتنا كبرنا من صباح خريبطا لا أطلوب لا 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 أنا مطلوب ومطل الطفلة عليك بغا شو بعمل هيدا طبعي جو طلوعي تشعلها عشوي بنزال دمعي زيدي زيدي بدلالي وعلي شوفي حالي شو مهضومي وجمالي مش عادي مش عادي يا أمار حلك حلك يا عدو هالكلمة حلك أحلى منك عمقلك بزيادة ومحلك يا محلك عمري وروحي في يداك ولولاك أنا لولاك والله كنت بجن بموت وحلاك يا محلاك عمري وروحي في يداك